موريطانيا توجه رسالة قوية للجزائر ساكنة تندوف محتجزون يثورون ضد السلطات الجزائرية المغرب يدعو إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة بتعليمات ملكية لودي يستقبل وزير الدفاع الروماني تقرير مرعب من المفوضية الأوروبية بخصوص المغرب تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بوضع إعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتصلك كل أخبار المملكة المغربية تجاهلت موريطانيا بشكل تام مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة أعلنت الجزائر عنه مؤخرا في تندوف على الحدود مع موريطانيا ولم تذكر وكالة الأنباء الموريطانية الرسمية أي شيء عن المشروع في تقاريرها عن سيارة الرئيس محمد والشيخ الغزواني لتندوف يوم الخميس الماضي وتفسر صحيفة الأنباء الموريطانية هذا التجاهل بأنه ينسجم مع سياسة موريطانيا في الابتعاد عن الخلافات بين الجزائر والمغرب وترى الصحيفة أيضا أن موريطانيا قد ترى مشروع الجزائري مجرد مشروع ورقي يهدف إلى منافسة مبادرة المغرب لتمكين دول الساحل من الوصول إلى ميناء الداخل على المحيط الأطلسي ومن خلال تجاهلها للمشروع تحاول موريطانيا الحفاظ على مسافة واحدة مع كل من الجزائر والمغرب وترغب موريطانيا في التعاون مع كلا البلدين دون أن تصبح طرفا مباشرا في أي مشروع من شأنه أن يفاقم النزاع بينهما وتشير الصحيفة إلى أن الجزائر تحاول منذ سنوات فتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي مع موريطانيا لمنافسة المغرب ويعد المغرب أكبر مورد لموريطانيا وأكبر مستثمر فيها حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين مائتين وخمسة وثلاثين مليون دولار سنويا بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وموريطانيا سبعة وثمانين فاصل ثلاثة مليون دولار عام الفين وواحد وعشرين قال منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بفورستاين أن الاحتقان في مخيمات تندوف وصل إلى مستويات غير مسبوقة حيث انتفض عدد من المحججزين في المخيمات ضد البوليصاريو وحاضنتها الجزائر بالتنظيم هجوم جماعي على مدينة تندوف الجزائرية بالتزامن مع زيارة الرئيس الجزائري للمنطقة وأوضح المنتدى أنه لا حديثة بمدينة تندوف الجزائرية إلا عن غزوة تندوف في توصيف معبر عن الهجوم الجماعي للصحراويين من مخيمات البوليصاريو على المدينة الجزائرية مباشرة بعد إعلان مديرية السكن بتندوف عن لائحة المستفيدين من مقرات سكنية لتوزيعها على بعض الجزائريين المتواجدين بهوامش المدينة خاصة منهم من يعيشون في باراريكا وقرب الأزبال في ظروف مزرية وأضف فورستاين أن الجزائر اليوم تكتوي من نفس النار التي اكتوى بها الصحراويون بمخيمات تندوف فعلى مدى عقود كانت المخيمات تعوج بآلاف الجزائريين على أنهم صحراويين واليوم تعوج مدينة تندوف بمئات الصحراويين الذين يطلبون المقابل لأنهم مثلوا صرحية الجزائريين مع النظام الجزائري وقال المنتدى أن العملية تزامنت مع زيارة الرئيس الجزائري لمدينة تندوف والتي استدعت جلب 1200 شخصا من مخيمات تندوف ناهيك عن المئات ممن جاءوا من تلقاء أنفسهم من الجزائريين المتواجدين بالمخيمات لأغراض سياسية ولخلق توازن ديمغرافي لصالح النظام الجزائري وهو أمر معروف لدى ساكنة المخيمات حيث يعيش بها الآلاف من الجزائريين على أنهم صحراويين بينما يستفيدون من الامتيازات كمواطنين جزائريين ويستفيدون بالمخيمات من المساعدة الإنسانية والغذائية على أنهم صحراويين ويقدمون خدمة لعصابة البوليساريو من قبيل حضور استقبالات الوفوذ والتظاهرات الشعبية مقابل ما يقدمه لهم النظام الجزائري من امتيازات استثنائية ولفت المنتدى الحقوقية إلى أن زيارة الرئيس الجزائري لتندوف لمرتين متتاليتين استدعت حضور هؤلاء إضافة إلى تنقيل صحراويين من المخيمات للمساعدة في الاستقبال وتأثيث مشاهد زيارة الرئيس الجزائري لتندوف وقدمت السلطات الجزائرية تسهيلات كثيرة ووفرت لهم الإقامة والتغذية في الزيارة الأولى وجلبتهم على مراحل في الزيارة الأخيرة تفاديا للشبهات أو انفضاح العملية دعا المغرب اليوم الثلاثاء بجنيف إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة وأكدت المملكة في الكلمة التي ألقاها ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة البقيمين بالخارج في إطار الجزء رفيع المستوى من أشغال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب أن قطاع غزة يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غضي الطرف عنها وهو ما جعل صاحب الجلالة الملك محمدا السادس بصفته رئيسا للجنة القدس يدعو إلى صحوة الضميري الإنسانية لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل وقال بوريطا إنه في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تؤكد المملكة المغربية على مواقفها الثابتة وتدعو مرة أخرى وبشدة إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية كما أكد على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بنسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة وحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ويمثل بوريطا المغرب في الدورة الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان برئاسة المغرب من خلال السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف عمر زنيبر الذي انتخب لهذه المهمة في يناير الماضي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استقبل عبداللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء بمقر هذه الإدارة إنجيل تيلفار وزير الدفاع الوطني برومانيا الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة مرفوقا بوفد هام وسفيرة بلاده المعتمدة بالرباط وتميزت هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين بالتوقيع على اتفاقية التعاون في المجال العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا وذلك بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية وتهم اتفاقية التعاون هذه على الخصوص مجالاته التكوين والتداريب والتمارين والصناعة الدفاعية والدعم التقني وتبادل الخبرات والصحة العسكرية والأمن السيبرانية وكذا إحداث لجنة عسكرية مشتركة قصد تحديد محاور التعاون تجتمع بالتنوب في الرباط وبوخارست ومن جهة أخرى أكد الطرفان على الدور الإيجابي والبناء للمملكة المغربية ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقتين إدراكا منهما للدور والمسؤولية اللدين يمليهما موقعهما الجيو استراتيجيان من أجل تعزيز السلام والوئام في إفريقيا وأوروبا وأبرز تيليفار طابع الأولوية القصوى للشراكة مع المغرب واقتنم هذه الفرصة للتعبير عن إعجابه بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المثيرة للإعجاب التي حققتها المملكة تحت قيادة جلالة الملك ما يجعل من المغرب فاعلا ديناميكيا وقطبا للاستقرار والسلام لجواره الأورو متوسطي والإفريقي وفي ختام هذا اللقاء عبر المسؤولان عن الطموح والإرادة المشتركين في تعزيز هذه العلاقات مستقبلا من خلال تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون في المجال العسكري والتقني الموقعتية اليوم وكذا عبر انتظام تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين أفاد تقارير حديث لمركز البحوث المشترك يتابع للمفوضية الأوروبية حول مستوى الجفاف المقلقي في دول البحر الأبيض المتوسط منذ بداية 2024 أن المغرب العربية خاصة المغرب هي المنطقة الأكثر تدررا من الجفاف وهو المعطى الذي أظهرته صور للأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناصا حول درجة تأثر آراد فلاحية بالمملكة بهذه الظاهرة وأورد التقارير حول حالة الجفاف التي يعيشها المغرب منذ ست سنوات أنه أدى إلى انخفاض حاد في مستوى المياه في الخزانات حيث بلغ متوسط ملء السدود حوالي 23% كما أثر عجل الأمطار وارتفاع درجة الحرارة القاسية في يناير 2024 على المحاصيل الشتوية وأشجار الفاكهة ليس فقط في المغرب الذي شهد انخفاضا في نمو المحاصيل بل على طول الساحل ورصد المركز توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بموجات الحر والجفاف التي أكدت أنها ستصبح أكثر توترا وشدة في العديد من المناطق في العقود المقبلة حيث يعد البحر الأبيض المتوسط أحد المناطق القليلة التي من المتوقع أن تشهد انخفاضا حادا في التساقطات المطرية وسجل التقارير أنه من المتوقع أن يستمر الوضع في التأثير على المنطقة وهو ما يسلط الدوء على الحاجة إلى استراتيجيات التكيف للحد من آثار الجفاف وحسب المصدر نفسه دائما فإن منطقة البحر الأبيض المتوسطي شهدت في الفترة ما بين فاتح وعشرين يناير الماضي ظروف جفاف حرجة حيث كان الوضع أكثر خطورة وأطول أمدا في المغرب والجزائر وتونس كما أثرت الظروف المناخية بشكل خاص على جنوب إيطاليا وجنوب إسبانيا ومنطة معتبرا أن الأمر لا يزال طويلا في المنطقة برمتها وأشار التقرير إلى موجات الجفاف الشديدة والطويلة التي أثرت على أوروبا لأكثر من عامين وشمال إفريقيا لمدة ست سنوات وهو ما أدى إلى نقص المياه وإعاقة نمو الغطاء النباتي متوقعا ربيعا أكثر دفئا من المتوسط في سنة ألفين وأربعة وعشرين وفي السياق نفسه أظهرت صور لوكالة الفضاء الأمريكية التقطت حديثا كيف تركت سنوات الجفاف المتوالية بصمتها على المغرب وتظهر عملية رصد الأقمار الصناعية للمغرب أن الأراضي الزراعية والأراضي البرية التي عادة ما تكون خضراء ومورقة في أشهر شتاء الممطرة أصبحت بدلا من ذلك جافة وبنية وأن السدود التي كانت مليئة بالمياه أصبحت فارغة تقريبا وإلى هنا هزاء المشاهدين تنتهي هذه النشر الإخبارية فلا تبخلوا علينا بالأعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب ونراكم في النشر القادم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر